بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد شيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الفريق أول عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة أعرب فيها السمو عن خالص تعزي وصادق مواساته بوفاة مخفول له بإذن الله تعالى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القوم السوداني ورئيس الوزراء الأسبق سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء بعث سموه للعهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الفريق أول عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورة السودان الشقيقة ضمنها سموه خالص تعزي وصادق مواساته بوفاة مخفول له بإذن الله تعالى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومية السوداني ورئيس الوزراء الأسبق سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسح جناته كما بعث سموه شيخ صباح الخالد الحامد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة